كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله في مباراة السودان غدا في ختام مباراة المجموعات لكن بسرعة نروح لاستعراض مباراة اليوم والنهاردة في جولة من المباراة سواء المحلية أو الإفريقية والأوروبية نبدأ بي المباراة المحلية منذ قليل انتهت مباراة فاركو الزمالك في كأس الرطة وفاز فاركو بهدفين مقابل لشيء على حساب نادي الزمالك في هذه اللحظات في مبارتين أيضا في نفس التوقيت طلاع الجيش بيستضيف سيراميكا كيليوباترا وإمبي يستضيف غزل المحلة كل ده في إطار مباراة الجولة الثانية من المجموعات الثلاثة لكأس الرطة كأس الأمم الإفريقية والجولة الثالثة في المجموعة الثانية والثالثة الساعة ستة في مبارتين في توقيت واحد خاصة أنها جولة الحسم زنبابوي تستضيف غينيا وبالطبع غينيا بتسعى للصدارة عندها أربع نقاط ملاوي بتستضيف السنغال ملاوة عندها ثلاث نقاط وأمامها فرصة للتأهل للدور الثاني وأيضا السنغال متصدرة بأربع نقاط والساعة تسعة ختم المباريات الجابون بتستضيف المغرب المغرب في الصدارة بستة نقاط والجابون أربع نقاط وغانا في لقاء الفرصة الأخيرة ولا بديل أمامها سوى الفوز على جزر القمر النهاردة هذه المباراة أيضا الساعة التسعة مساء بتوقيت القاهرة في مباريات الدول الإنجليزي النهاردة الساعة عاشرة مساء برايتون بيستضيف تشيلسي وبالطبع كلنا شايفين الدول الإنجليزي خلال هذه الفترة بيرعب من غير أبرز النجوم الأفارقة اللي بيشاركوا مع منتخباتهم في منافسات كأس الأمم الإفريقية دي كانت جولة بمباريات اليوم سواء المحلية أو الإفريقية والأوروبية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف فقر الترند الترند والنهاردة أبرز المعلومات والأخبار والكواليس اللي معانا في هذه الفقرة ولكن بعد الفاصل